أعود كذلك مع زملاء لصور التي رصدناها لكم من لبنان هكذا الاعتداء الذي تعرضت له زوجة من طرف زوجها في لبنان كما نشاهد في صور هذه المؤسفة ونعلم أن لبنان يعيش هذه الأيام على وقع خروج الكثير من الهيئات والكثير من الفعاليات الشعبية إلى الشارع تنديدا بأعمال العنف ضد المرأة وضف الزوجات في لبنان نشاهد الصورة اليوم من لبنان نعم هو محامي ورئيس بلدية هكذا سيدنا عيمة صالحي ولو تعليق بسيط شيء فضيع مش بسيط يعني اسمح لي واحد يتعامل مع مرأة بهذا الشكل يعني شيء فضيع فضيع جدا يعني هذا ما يقدر يكون لا رئيس بلدية ولا محامي ولا أي شيء بغض النظر على السبب ولكن أن يهين الزوجة نتاعه في الشارع وبهذا الطريقة بحيث أنها ما عنداش حتى إمكانية كيفاش تدافع على نفسها ولا تدير كودباغ ولا أكتوف فيها ويش بتفعل مشعارها ويش قادر حتى تخرج يديها باش تدافع على نفسها وأمام الناس يعني ولاحظ بالإشارع أيضا ما الدخلش علاش ما يدخلش باش ينحيها من يدو لأكيد أنه هذه الحادثة يعني رح يكون لها صدى كبير في لبنان خاصة نعلم أنه لبنان هذه الأيام يعيش على وقعة يعني مناهضة العنف ضد المرأة على كل اشتركوا في القناة